السلام عليكم أصدقائي أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد بهذا الفيديو سنرى طريقة تثبيت Kali Linux Live Persistence Encrypted الإضافة الجديدة عن الفيديو السابق اللي نزلته انه هون راح تكون البيانات مشفرة راح ننزل كلمة سربة شفر البيانات اللي موجودة على القسم ولكن خلين نبدأ بالعملية بباشرة نفوت نحمل Kali Linux Live اختار انت من النسختين الموجودين نفوت على موقع Kali هون ننتعل على download ومن بين النسخ اللي موجوده هون عندي انا permital virtual machine cloud mobile arm عندي live food هذا اللي بهمني من الموضوع عندي containers وعندي WSL هون عندي live food نسخة 64 نسخة 32 ونسخة خاصة بالابل امون باختصار الابل امون اذا كان لابتوب مديد 2020 وما فوق فالشريحة اذا كانت ابل امون ستستخدم انت النسخة اللي موجودة هون اي لابتوب ابل او اي الجهاز تاني فيه معالج انتل او ام دي بيستخدم نسخة او 64 هون بالنسبة اي انا كيف يعرف نسخة جهازي 32 او 64 بكل بساطة تفتح windows تكتب system information تفتح عندك صفحة هون بتلاقي عندك 64xpc انا هذا اللي بهمني وفيه اكتر من طريقة تانية فيك تعمل خصائص على الكمبيوتر بيبين عندك نسخة المعالج هون في عندي شي اسمه نسخة everything هاي النسخة حجمة ما يقارب 11 جيجا 10.5 جيجا include every tools possible كل الادوات المتاحة تقريبا ستكون ضمن هاي النسخة طبعا ممكن نقصلك ادوات حسب استخدامك للكالي لنا خلينا نسميه او النسخة الكاملة هون عندي نسخة الكالي لايف هون عندي نسخة الكالي لايف النسخة اللي كانت تنزل بشكل اعتيادي بحجم 3.5 او 4.5 جيجا هون الحجم نازل معنا 3.5 جيجا هاي النسخة الاعتيادي اذا صح التعبير فينا نسميه بالنسبة لل 64 هون بيلزمك فلاش على الاقل تكون بحجم 4 جيجا انا بنصح هون يكون عندك 8 بالنسبة للنسخة الفلاش لازم تكون حصرا 32 جيجا وهلا راح نشوف ليش هون انا النسخة حملتها فكت هون ما فيك تحمله غير عن طريق التورينت اذا ما شفت طريق التنزيل التورينت رجع للفيديو راحبين عندك فوق او هون حملت النسخة انت فيك تحمله هون او عن طريق التورينت هلا النسخة انا حملتها صار جاهزة البرنامج تاني اللي بدنا هي برنامج الروفس روفوس ذات آي اي بكفي او فيك تكتب روفوس فوت على الاول موقع البرنامج هون بدك تنتبه يصار فيه منه موقع كوبي عن هذا الموقع الروفس هون تأكد منه روفوس في موقع تاني هلا ممكن يكون هداك البرنامج في فيروسات ما بعرف بس انت تأكد يكون اي 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 هون روفوس 3.18 تكبس عليها هون عجم واحد ميجا بتعطيه بدء التحميل طارد جاهزة نازل النسخة وارح ونسكر هون اعطي فتح وعندي نسخة كايلايب everything بوجودة عندي هون كايلايب linux everything بسحب النسخة بحطه هون هلا مشوف نزلة نسخة هلا انا بيطلب عندي الفلاشة انا عندي فلاشة اربعة وستين جيجا انا هون متل ما انا ملاحظين عندي اربعة وستين جيجا رح ياخد منها خلينا هلا نعمل الجمع اذا عملنا هون القسب طبعا هاي الطريقة ما اشتغلت على everything طريقة انشاء ما بتشتغل اللي شاف الفيديو السابق هاي الطريقة ما بتشتغل لذلك هون ما رح عد البعدادات بس شوف هون عندي زاد 46 جيجا من اصل 64 جيجا يعني لازمك 2.30 بيزيد فيها يمكن شيء خمسة او ستة جيجا على الاقل 2.30 نسخة everything نسخة الاعتيادية بدك اربعة او 8 اذا مرجع هون خلي العدادات هون في عندي شغلة بالنسبة ال MBR او GPT فهون تفضل انا تخليها على MBR مدعومة على كلا الBIOS والUEFI في حال صار معك مشاكل ما اشتغلت مع نسخة الويندوز فيك ترجع لشي اسمه GPT وفيك تتأكد انت اذا كان عندك نظام GPT ترجع للفيديو السابق بيان معك هون منترك العدادات ما هي ما منتغير اي عدادات هون تكون على صفر سنعطيه Start هذا الخيار مهم جدا لازم تعطيه Right in DD Image Mode هون عطينا انه مستحسن الخيار الاول ما رح يشتغل معك تنتقل الخيار الثاني وهو Right in DD Image Mode هاي رسالة بتعطيك انه رح يحزف كل شبالات موجودة على الفلاشة فهون انت مجرد ما تعطيه اوكي رح يبلش تنزيل انا النسخة نازلة عندي نزلت على الفلاشة مشان ما تاخد وقت بعد رح نعمل ريبوت للجهاز اعادة اقلاع ونعمل اقلاع عن طريق الفلاشة ومنكمل بالخطوات هون اصدقائي بعد ما عملت انا ريستارت الكمبيوتر فتت على البيوس انت ممكن عندك تفوت بالF2 ممكن بالدليت او ممكن بالافتصاح حسب الكمبيوتر اللي عم تستخدمه اذا كمبيوتر مكتبي فهي غالبا بالدليت او بالF2 انا بدي انتقل هون على البوت اوبشن غالبا المصميات رح تفرق بين عندي وعندك ولكن الخيار اللي عم بحكي عنه قطعا رح يكون موجود عندك انا هون فتت على البوت اوبشن ممكن تلاقي بي مكان تاني انا عنديها بالواجه الاساسية اللي هو البوت اوبشن بنزل لتحت لهون على هل هون انا بدي حط بدي حطه بالمرتب الاولى F5 و F6 هي اللي بتتحكم بهذا الموضوع فانا هون بيكبس F6 عم ينزل F5 عم ينزل F6 حطيناه بالمرتب الاولى مباشرة من بعدها بنعمل F10 save change and exit بنعطيه enter نعملنا بوت عن طريق الUSB بتفتح لنا هاي الواجهة عندي الAMD كمان 64 بهمنا نحن من هذا الموضوع هو live system مبدايا قبل ما نعمل اي شي رح نفوت اول شي على live system من بعد live system نعمل بعض الاعدادات ونعطي بعض الاوامر ونعمل تشفيل البيانات وبعدها رح نحول ل فاذا نفوت على اول خيار فاذا هيك اصدقائي اشتغلت الUSB بشوف عندي هذا الpartition هلا اول شي تشغل terminal فاذا رح حول هنا مستخدم root sudo شو هممضل كل مرة تحط امر sudo لانه الاوامر كله رح نستخدمه بدي امر sudo فاذا ننبلش نكمند الاول ونعطي Fdisk مينس L لاحظ هون الpartition هاللي بهمنا هون عندي 58 جيجا الpartition اللي رح استخدمه الpartition هون 48 جيجا اللي حولناه نحنا لنمط ext4 هم تعرف على linux انا الفلاشي اللي عم استخدمه 64 فاذا هون انا اللي خصصته هو 48 وعندي هون slash sda3 انت تأكد من هذا الموضوع عندي sda3 انت عندك ممكن يكون sdp3 او sdp2 كيف ما بيكون عندك بدك تكتب الcommand بنفس الترتيب ورح اعطي clear نبدأ الcommand هو crypt setup الفراغ عنا minus minus purpose كمان minus minus verify passphrase فهون رح نعطيه looks format looks وتأكد ببداية الفورمات تكون capital letter حرف الكبير واخر شي بنحط slash def slash sda3 هون بنعطي enter وعم يطلب مني انه نحط yes بالكابتال بالوضع الكبير كما رح حط شغل وعطي yes بالحرف الكبير رح عطي enter هون عم يطلب مني نحط الباسورد الباسورد باسورد فك التشفير اللي انت بدك تحطه فانا رح حط باسورد وانت تحط الباسورد اللي بدك ياها بتعيد كلمة sir بتأكدها enter هون عم يعطيني اه devsda3 will be wiped اسطلنا عليه ثواني هلون عطاني command سكسفل ننتقل لكوماند التاني كما بنا ملاحظين هون صار فيه قفل على اللي عملنا اللي هو حجم اتنين واثنين وخمسين جيجا متعرف عليه هون اتنين وخمسين جيجا فانا هلا نحن نعطي open الكوماند هو نفسه crypt setup setup looks وكمان open بتكون بالحرف الكبير ونحط slash div sda3 خط فراغ واخر شيد اسم اللي بدك تسمي هون رح سمي انا على سبيل المثال my kali تكد من هذا الاسم رح تسخدمه كمان مرة انا سميتهم my kali فيك تسمي اللي بدك يا هون رح عطي enter رح يطلب مني ال password لحتى نعطي open فمنكتب password enter فاثا هيك صار تمام صار عنا open للpartition اللي عملنا هلا بنا انشئ الملف بصيغة ext4 بنحط هلا mic fs file system dot ext أو extended for slash div slash mother slash الاسم اللي سمينا اللي فوهو عندي يا my kali انت الاسم اللي سميته فيك تحطو slash my kali هلا هون عم يعطينا creating journal الاخره فهو نعطاني done clear هنضلنا باول صفحة فوق الكومند اللي بعده بنا نعطيه label بنا نسميه باسم رح نعطي p2 label نفس الpartition اللي عملنا فهو ب slash dev slash mother slash my kali نترك فراغ صغير بنسميه pair system فهذا command slash dev slash mapper slash my kali persistence هون رح نعطي enter done ننتقل للكومند اللي بعده ننشئ الpartition نعمله persistence مشان اي بيانات نستخدمها بضلها موجودة هلا رح نعطي command mount make their make the directory minus v slash mint slash my kali الاسم اللي ميتو انت my kali enter وهلا بنا نعمل mount اللي عملنا انتما لوحظين هون رجع بيان عنا الpartition هون رح نعطي mount slash dev slash my kali my kali وهم نعمله mount slash mint slash my kali تمام ايك command اللي مرفوض يكون مية بالمية هلا بنعطي enter هلا صار done ننشئ ملف ضمن هذا partition عن طريق echo نفتح cutation mark خط slash فراغ union نسكر cutation mark نترك فراغ وهذا السهم جنب shift بتلاقيش بنحطه slash slash my kali slash الاسم اللي بنسميه حصرا لازم يكون هون persistence يعني يكون القسم أساسا persistence dot conf أو dot go think فهون نكتب dot conf نعطي enter عفوا هون انا المفروض نحطه بالment slash mint هذا الcommand هون رجع عكد عليه enter mint my kali persist dot conf نعطي enter فهون done هون نعطي umount slash dev slash slash my kali تمام نعطي enter وآخر شي بالcommand الأخير سكر partition اللي نحنا قابلينه عن طريق التشفير command رح يكون set up هلو رح نعطيه looks close close كمان close رح تكون بحرف كبير رح نعطيه هلأ slash dev slash mother slash my kali enter هيك done المفروض تكون العملية مية بالمية هلأ رح نعمل reboot ونفوت على هلأ مباشرة على decrypt هلو رح عطي exit هيك نحنا طلعنا من الroot هلأ منسكر او فينا نعطيه امر reboot فكيف رح يدخل على partition هنعطي reboot وهون لازم ندخل هلأ مباشرة ندخل على live system with usp encrypted persistence هلو هون نعطي enter هلو هون انتم ملاحظين عطاني please unlock disk slash dev slash sdb3 هلو هم تحط الباسفورد فهيك تمام صار الموضوع مية بالمية هيك فك التشفير وهلأ عم يفوت على partition هلأ هيك صار مية بالمية file system هلأ نحنا عطينا فك التشفير فالمفروض فك التشفير يكون جاهز مية بالمية هم شايفين عم لاحظين عندي الحجم اربعة واربعين فاصل ستة جيجا فهذا المشفر نذكر هون خلينا ننشئ ملف بأي اسم كان خلينا نسمي اه ادم enter عبر هون نفتح تيرمينال وهلأ بنعطي ريبوت مفروض نعمل ريبوت ونلاقي كل هاي الامور موجودة enter فهو بنرجع نفوت على دينك فهو بنرجع نفوت على هذا الخيار live system with the usb encrypted enter هون عم يرجع يطلب مننا فك التشفير نحن نعطيه password enter done وهيك تمام ساته الفولدر موجود وهيك صارت امورنا جاهزة مية بالمية خصصنا قسم صار في عنا اه تشفير للبيانات مية بالمية ما في اي مشاكل على هذا الموضوع في شغلة اخيرة من معنه الفيديو في حلقة عندك فضول تعرفت كيفية تثبيت نظام التشفير نظام الكالي المثبت بشكل مباشر على الكمبيوتر فاكتب لي بتحت بالتعليقات لانه الطريقة راح تختلف بين الكالي life persistence وبينما تنزل نظام التشفير على الكمبيوتر او على الكالي المثبت على الكمبيوتر بشكل مباشر وبنهاية هذا الفيديو نشكركم للمتابعة ان شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الفيديو اي مشكلة بساطفة اكتب لي تحت بالتعليقات مجرد ما تمشي على الخطوات لتكون امورك بخير ان شاء الله اشوفكم على الخير بالفيديو القادم ان شاء الله السلام اشتركوا في القناة